لساعات العقارب هي من بين الأمور المنتشرة خصوصا في فصل الصيف الخطورة للمشكيل غالبا كتكون مشهية عضة العقارب في حد ذاتها ولكن هي طرق علاج تقليدية والشعبية إذن الناس عوضيعة قوية عجو الضحية كي يدروا طرق خاطئة هي التي تشكل خطورة على الشخص عوض الأسعى في أغلب الحالات الهدف من هذا الفيديو هو نشرح لكم هذه الطرق الخاطئة لتجنبها ونعلمكم طرق العلمية والطبية الصحيحة إذن تابعوا الفيديو حتى النهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم طبية ميديكول معكم الدكتور مونير في البداية المرجو الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد والتفاعل مع الفيديو ونشره لتعم الفائدة لساعات العقارب في المغرب هي مشكل صحي منتشر جدا ممكن تصيب أي شخص خصوصا مع فصل الصيف والسفر وغالبا وحسب الآخر الإحصائيات فإن أكثر من 30 ألف حالة سنويا لك تسجل في حالة حدوث هذه الحادثة هناك أمور يجب تجنبها وأمور يجب فعلها ما يجب تجنبه باتاتا هما خصوصا أمرا أساسيا أولا يجب تجنب ربط المكان الذي فيه العضة هذا أمر أغلبية الناس يدرون المشكلة أنه يحبس الدورة الدموية ويمنع الدم من المرور وهذا أمر خطير والعواقب دياله كاريتية ممكن توصل لموت العضو المربوط والبطر أصلا هذا الربط لا دور علاجي له لأن السم ينتشر مباشرة بعد اللاسعة وهذا الربط لا يمنع الانتشار بل ممكن أن يسبب البطر الأمر الثاني هو مص مكان اللاسعة أو تشراط يعني أنه يقوم بوحدة الجروح السطحية أو صب الغاز خصوصا غاز البطن أو أمور كثيرة أخرى هذه الأمور لا فائدة منها هي فقط تفاقم الوضع وتشكل خطورة إضافية مثلا تشراط كان زيد من انتشار السم عبر شعيرات دموية إضافية إذن هي مشاكل مجانية إضافية إذن أمام لسعة عقرب ما هي أفضل طرق العلاج مباشرة أولا اللي خاص تعرفوه هو أن لسعة العقرب غير قاتلة وغير خطيرة في غالبية الحالة دائما حسب الإحصائية تقريبا في المغرب 90% من الحالات هي حالات عادية غير خطيرة ولا تستدعي أي علاج المشكل يكمن فقط عند الأطفال دون الخمسة عشر سنة والحوامل أو إذا كانت اللسعة قريبة من الجهاز العصابي المركزي أو من القلب إذن بخلاف هذه الحالات لخص التوجه مباشرة وبسرعة قصوة للمستعجلات الأمور الأخرى على العموك تكون عادية أول ما نفعله هو تهدئة الشخص لتخفيف ضربات القلب ومن بعد يجب غسل مكان العضة بماء بارد وتنظيفها بمعقم طبي وأحيانا أخذ دواء ضد الألم ولكن لا يجب أن ننسى تسجيل وقت العضة ومن الأفضل توجه لأقرب طبيب لمراقبة الوظائف الحاليوية لمدة على الأقل لمدة أربع ساعات وأعيدها نسبة كبيرة من العضات ليست خطيرة إذن في العديد من المرات خطورة المشكلة هي في طريقة تدخل والعلاج بين قوسين الشعبي من فضلكم تجنبوا ربط الدورة الدموية تجنبوا إحداث جروح إضافية أو تشراط تجنبوا وضع غاز البوطان أو أي مادة أخرى على الجرح فقط معقم ومطهر يكفيان ثم التوجه إلى المستعجلات بهدوء علامات الخطر التي يجب الحذر منها هي الأطفال أقل من 15 سنة النساء الحوامل لسعى قرب الجهاز العصبي المركزي ظهور حمى فوق 930 درجة تعرق شديد خير انتصاب غير عادي للعضو الدكري ومشاكل في الوعي كنتمنى أن الفيديو يكون واضح ومفيد كما أنني كنتمنى أن تنشره لتعوم الفائدة وعلى العموم أي تساؤل ممكن تخلوه في التعليقات شكرا لمشاهدة وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله دمتم في صحة جيدة